اشتركوا في القناة صحة وسعادة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل يوم الثلاثاء الجميل اللي هو في نص الأسبوع بعيد عن زحمة الأحد وعن رفشة الخميس هذا هو برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي في بداية البرنامج أذكركم بأن هذا البرنامج يعني بملاحظاتكم آراءكم شكوى اقتراح تحسوا ممكن يحسن خدمة في أي من خدمات هيئة الصحة في دبي فتواصلوا معنا فتواصلوا معنا من بداية البرنامج برنامج عشان نسأل ناخذ أسئلتكم وقتراحاتكم ويكون في وقت نناقش أي موضوع طبيعي حابين تناقشونا هذه محدثتكم دكتورة ندى المولة رحم معي بالمخرج والقلاصة صباحة كورد ومعي في التنسيق ميرا صباحة كورد يا مخليفة وزميلي في البرنامج محمود يوسف صباحة كورد يا محمود صباح الخير دكتورة أنت تشريل على شو ما أدري أقولك أول آيباد آآ الآيباد الآيباد مو موجود عموما سعد الله وقاتكم مستمعين طبعا ما نبتدي دكتورة سامحيني نحن نبتدي بهذا الخبر المهم اللي أصدر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 18 لعام 2018 بتعيين معالي إحميد محمد القطامي مديرا عاما لهيئة الصحة في دبي كما أصدر سموه المرسوم رقم 17 لسنة 2018 بشأن إنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي تضمن المرسوم إنشاء مؤسستين هما مؤسسة دبي للرعاية الصحية ومؤسسة دبي للضمان الصحي بهدف تعزيز دور الهيئة في ضمان أفضل مستويات الصحة العامة لكافة أفراد المجتمع وتمكينها من القيام بالأدوار المنتظرة منها خلال المرحلة القادمة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يلبي الاحتياجات المحلية وفقاً للمرسوم رقم 17 لعام 2018 تتولى مؤسسة دبي للرعاية الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية وتشمل المستشفيات مراكز الرعاية الصحية لولية الرعاية التخصصية إضافة إلى مراكز اللياقة الطبية والصحة العامة والصحة المهنية وتتضمن صلاحيات المؤسسة إدارة وتشغيل وتطوير الوحدات التنظيمية التابعة لها سواء بصفة مباشرة أو من خلال التعاقد مع الغير وإعداد وتنفيذ استراتيجية تخصصية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي الخبر تولى فيه تفاصيل كثيرة ولكن نحن ننتقل إلى مؤسسة دبي للضمان الصحي تتولى هذه المؤسسة إدارة الضمان الصحي في دبي والإشراف عليه وفقاً للتشريعات السارية ويكونها على وجه الخصوص صلاحيات ومهام محددة تشمل ضمان توفير خدمات الضمان الصحي للمواطنين والمقيمين والزوار وتنظيم أعمالها وضمان حقوق الأفراد المشمولين بالضمان الصحي في دبي وتصميم وتطوير باقات الضمان الصحي للمواطنين والمقيمين والزوار والتصريح لشركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين ومقدمي الخدمات الصحية لتوفير خدمات الضمان الصحي في دبي وكذلك الرقابة على أطراف المنظومة التأمينية بما يضمن زيادة جودة الخدمات التأمينية والصحية في الإمارة ويحقق الاستدامة المالية المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن أيضا تختص مؤسسة دبي للضمان الصحي بإدارة برامج الضمان الصحي الحكومية وإصدار التقارير والدراسات والتوصيات المتعلقة بالضمان الصحي واقتصاديات للصحة والإشراف على تحقيق نتائج هذه الدراسات والتقارير والتوصيات التي تنتهي إليها بما يضمن تحقيق أهداف هيئة الصحة في دبي ويكون لكل مؤسسة التابعة لهيئة الصحة في دبي مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره سمو رئيس المجلس التنفيذي إمارة دبي بناء على توصية المدير العام للهيئة على أن يتولن مدير التنفيذي إدارة المؤسسة التي يشرف عليها والتحقق من قيامها بأداء المهام والصلاحيات المنوطة بها بكفاءة وفعالية ويكون مسؤولا مسؤولية مباشرة ما من المدير العام عن تنفيذ المهام المنوطة به يعمل بالمرسومين 17 و18 لعام 2018 من تاريخ صدورهما وينشران في الصحيفة الرسمية أو في الجريدة الرسمية إذن حقبة جديدة إن شاء الله إن شاء الله تكون مليئة بالإنجازات وإن شاء الله تكون في صالح القطاع قطاع الرعاية قطاع الصحي عموما بشكل عام الحكومي والخاص دكتورة لأن عملية تنظيمية نحن مقبلين على العديد من التحديات في هذا المجال والمسألة كلها تصب لصالح المتعامل والموظف المتعامل جميع أطراف المنظومة الصحية سواء كانوا المستثمرين المتعاملين العاملين الأطباء الكل يكونون جزء من هذه المنظومة اللهم لك الحمد معالي حميد محمد القطامي شخصية قيادية لها خبرة كبيرة في مختلف مجالات الإدارة ونتوقع إن شاء الله أن نحقق قفزات كبيرة في تطوير القطاع الصحي في الأيام القادمة إن شاء الله بتكون هذه التغييرات إن شاء الله كلها للأفضل وبيكون في تغيير ملموس في القطاع في المسجفيات في كافة خدمات هذه الصحة إن شاء الله فنتريها الحين إن شاء الله نشوف التغييرات على الأرض الواقع إن شاء الله إن شاء الله تعالى نحن نذكركم بأرقام التواصل ونقولكم برنامج البث المباشر يا جماعة الخير خلص برنامج البث المباشر خلص يعني المسجات اللي بتطرشونها الحين خاصة بالبث المباشر يعني ما بيطلعون عليها الأخوان لين اليوم الثاني إذا اطلعوا عليها صحيح وعادة ما ما يطلفون شيء هم يزاهم الله خير لكن ممكن إنه اطوف عليهم رسالة ولا كذا فنلتزم بالأوقات وحتى أثناء وجودنا في الحلقة يعني تشغلون الخط إذا حد يبغي يستفسر على شغلة خاصة بالبث المباشر وفيه شخص يبغي يتصل فينا عند ملاحظة عند اقتراح عند مداخلة ممكن العملية شوي دكتورة يعني صحيح تلعوزنا وتلعوزوه ميرا ويا أنا بعد تكون مشغولة تردو تقول همو برنامج البث المباشر هذا صحة وسعادة فيضيع الوقت وكل مكان هم مشاريع تاخذ دقيقتين ثلاث دقائك لما يشتكون تقول ميرا ها برنامج صحة وسعادة طيب خبرنا يقول أظهر الدراسة أمريكية أن العمال الذين يتعرضون للكثير من الضوضاء في أماكن عملهم تزيد لديهم احتبالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومعدلات كريسترول وذكرت إليزابيث ماسترسون التي شاركت فيه قيادة فريق الدراسة وهي باحثة في المعهد القومي للسلام الوظيفية والصحة في ولاية أوهايو نسبة كبيرة من العمال الذين شملتهم الدراسة لديهم مشكلات في السمع وارتفاع في ضغط الدم والكريسترول يمكن ربطها بالضوضاء في العمل وتنبه ماسترسون إلى أن نحو 22 مليون عامل أمريكي يتعرضون للضوضاء في العمل إضافة إذا تم تقليل الضوضاء لمعدلات أكثر أمانا في مواقع العمل يمكن منع أكثر من 5 ملايين حالة حالة معاناة من صعوبة في السمع بين العمال المعارضين للضوضاء قالت أيضا أن هذه الدراسة تقدم دليلنا إضافيا عن ربط بين تعرض للضوضاء في العمل وارتفاع ضغط الدم ومعدلات الكريسترول وإمكانية منع تلك الأعراض إذا قللنا الضجيج يقول فريق الدراسة في دورية أمريكا جورنال أوف اندسترال ميديسن إن من المعقد أو من المعتقد عفوا أن الضوضاء تزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب من خلال التوتر الذي يطلق بدوره هرمونات مثل شو الهرمون؟ كورتيزول زين هذا الهرمون يغير من معدل دقات القلب والتساعى أو وعية دموية تعرفين هذا الهرمون؟ هذا الهرمون مسؤول عن التوتر يعني لما إحنا فيه دامة مثال قديم كان يعطونا فكرة الطب إنه لما الواحد يمشي إذا طلع له أسد فجأة يركض بالسرعة هو ما ما تخين ممكن أن يركض بهذه السرعة بسبب هرمون الكورتيزول اللي يفرز عندنا هذا الأدرينالين أنا حيدا هو وحمل هرمونات التوتر التي تفرز عندنا في الجسم وتسوي أن الإنسان يكون يعني يحس أنه النشاطة أعلى فالفكرة من هذا الهرمون والضوضاء ترى الضوضاء محمود تم اعتبارها النوع من أنواع التلوث في تلوث العمل من ضم شهدات تلوث سمعي تلوث بصري تلوث سمعي تلوث بصري بصري؟ هي صج هي في تلوث بصري آه ممكن المهم أن الضوضاء يعتبن نوع من أنواع التلوث عشان شي نحن في هيئة الصحة لما أخذنا شهادات الآيزو كان من ضمن نتأكد أن الناس اللي يعملون في مناطق الضوضاء يأخذون احتياطات الضوضاء اللي هي وجود السماعات أو حاميات الأذن اللي يستخدمونها طوال فترة عملهم والإنسان ما يقعدهم مكان الضوضاء فترة طويلة أظن ساعة ونص أو ساعتين ممتأكدة وبعد هذا لازم يطلع ويرجع مرة ثانية عشان ما يكون معرض فترة طويلة إذا هذه الضوضاء لأنه يعتبر تلوث الحمد لله نحن برنامجنا أقل من ساعة بعد نسوي التلوث لا الضوضاء المخرج يقول فاصل فاصل نطلع فاصل المستمعين بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل صحة وسعادة موسيقى 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 سعد الله وقاتكم مرة أخرى السلامة الكرام حلاكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي قدم لكم هي الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دايما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا على 6-0-5-5-1-4-1-4 ورسائل النصية على 4-0-6 من زين حين أنت ما علقت على الدراسة قلتين عن الأسد وما كملت لا قلت الأسد إنه إن الضوضاء يعتبر تلوث في المجال العمل محمود ترى مو بس في مكان العمل الضوضاء اللي تأثر في ناس يشتغلوا في مكاتبهم إحنا خلال أداء العملنا مهما كان حتى عمل مكتبي نحن نتعرض نوع منواع التلوث ممكن يكون ضوئي ممكن يكون سمعي ممكن يكون مثل ما يقول محمود بصري ممكن يكون إصابات الظهر إصابات الكتف القاعدة على الكيبور فترة طويلة فمهم جدا جدا نحن عندنا عيادات الصحة المهنية أي حد يعمل في أي وظيفة كانت لازم نشوف طبيب الصحة المهنية على أقل مرة في السنة أكثر وظيفة يعني مساكين يتعبون عندنا هم التمريض هي الوقفة الطويلة مساكين أنزين الهيئة تشارك بكافة المؤسسات الصحية على مستوى العالم احتفالاته بيوم التمريض العالمي اللي يصادف الثاني عشر من مايو من كل العام بهدف التأكيد على أهمية ورسالة مهنة التمريض اللي تشكل العمود الفقري للمؤسسات الصحية في تقديم خدماته للمرضى دكتور نحن نتعرف على يعني الجهود اللي تقام بهذا المجال وأيضاً يعني ما نتكلم عن مهنة التمريض بشكل عام معانا في الستوديو الممرضة وداد جمعة صالح مسؤولة التمريض بمركز المطار بمركز المطار الطبي أو شيء صبحت الله بالخير وكل عام ونتم بخير صبحكم الله بالنور وكل عام ونتم بخير وأشكر لكم استضافتكم لنا وتصليت الضوء إلى مهنة التمريض كل سنة ما قصرته إذا كم الله خير هذا واجبنا طبعاً مهنة التمريض مثل ما قال زميلة محمود هي مهنة تعتبر عمود الفقر للمنشآت الصحية فنبدأ أول شيء نتكلم عن شو أهمية دور التمريض في أي مؤسسة صحية مهما كانت كبيرة أو صغيرة طبعاً مهنة التمريض مهنة سامية مهنة نبيلة طبعاً الدكتور لمني يشخص المرض لكن التمريض هو اللي يتابع المريض من أول إلى آخر يتابع علاجاته صحيح وطبعاً مثل ما قلت هو العمود الفقري يتمريض فيك أي مؤسسة صحية بالضبط والمرض أتوقع حتى يكون أقرب للمريض من الطبيب يعني تقعدوا مع المريض ساعات أطوال صحيح ساعات طويلة وطبعاً يكون فيه دور فعال من بينهم بالضبط أكيد والبالعادة حتى المريض يحس أنه يعني يتكلم تلاقي مع الممرضة أو الممرض ويفض فضله ويقول له عن مشاكل صحية يصير فيه علاقة صحية علاقة اجتماعية لأنني سلام السويدة كانت تحلم أن تستوي ممرضة صح؟ محباً يعني عندها ويتحب لنحيب مجال التمريض مفتوح تخاف من الإبرة ويبستوي ممرضة عموماً مهنة التمريض دكتورة ممكن توصلنا إلى يعني إن شاء الله يا رب إن شاء الله من خلال التطويرات الريديدة والاستراتيجيات الريديدة نحصل يعني كمية كبيرة من المواطنات تشتغلون إن شاء الله والمواطنين كذلك إن شاء الله في كل مجال نحن نطلع ونقول نشجع التمريض ونشجع المواطنات على دخول مهنة التمريض والمواطنين أيضاً صحيح في كل مجال وأنتم ما قسرتوا كل ما تسنح لكم فرصة تستضيفون حد من التمريض يشرح أهمية مهنة التمريض ويشرح أن التمريض الإماراتي والهذا الحمد لله صحيح أكيد أنزين أحني لحتفعالياتكم بيوم التمريض العالمي شو الفعاليات اللي بتسوونها وشو الأنشطة اللي بتكون موجودة في هاليوم ووين مواقعها طبعاً هيئة الصحة ما قسرت كل سنة تحتفل بيوم التمريض العالمي اللي هو يصادف 12 مايو والله هو ميلاد الممرضة نايتنجل اللي بتعرفونها نعم فمستشفى راشد بالذات عرفين فيها عشان المستمعين بس يعرفون نايتنجل هي الممرضة أول ممرضة فرنسية هي أصلها ويوم ميلادها 12 مايو فالناس اعتمدوا كيوم للتمريض العالمي ممتاز فهذه كانت تشارك من أيام الحروب تحمل مصباح في يديها بالليل عشان تعالج المصابين والجرحم بالحروب اللي هذا نفس ما كانوا يساوون الصحابيات قبلها طبعاً بس هي اللي اعتمدوها كمهنة التمريض يعني أول من تدعم مهنة التمريض ممتاز فالفعاليات اللي بتسوي في يوم التمريض بتكون في احتفالات بتكون في أنشطة اكتيفتيز طبعاً توزيع الحلويات والكيك يعني مثل مجال تنافس أظهار مواهب ممتاز تالنت عندنا فراشد إن شاء الله بيكون في يوم 11 مايو بيكون في احتفالية كبيرة في الريسبشن تحضر الدكاترا كلهم يشاركون ممرضين وفي جوائز في اظهار مواهب وإن شاء الله وداد نحن قلنا في البداية نتمنى يكونون يعني في مواطنين وايد يدخلون هذا المجال طيب شو الحوافز شو المستقبل الوظيف اللي جد دعم هذا الواحد وشو البرامج اللي نحن نسوينا في الهيئة لاستقطاب أو توطين هذه المهنة والله هيئة الصحة بدباي ما قسرت أول شي نحن دخلنا على هال برنامج اللي سوت أول شي تكفلت هيئة الصحة بمنحة كاملة تدريس بالبكالوريوس التمريض اللي هي في جامعة الشارجة أو في كليات التقنية مشمولة مع الراتب كان فيها راتب نعم كان يعني الوضع وايد وكي استقطبتنا نحن البنات ينا ودرسنا التمريض في جامعة الشارجة خلصنا ينا لقينا في مسار وظيفي واضح ومرن في ترقيات كل سنتين ثلاث سنين الحمد لله التدريب تأهيل يعني ما خلونا تدربونا أهلونا أهلو الكوادر المواطنة وحصلنا عقبها على منحة ماجستير الحمد لله وكملنا ماجستير في علوم التمريض ممتاز وحاليا نتبوأ مراكز في هيئة الصحة الحمد لله من مسؤول تمريض لين مشرف تمريض كلهم مواطنات ممتاز اغتي وداد اذا وين تشوفين موجود الممرضات نسبتهم موجودين وكيف ممكن نستقطب زيادة من المواطنات والله نسبة قليلة قليلة جدا يعني تقاتل عد لعشر بالمئة خمسة عشر بالمئة بس ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا يوه يديدة هذا يعتمد على الأهل أول شيء بالنسبة الكبيرة ثاني شيء يعتمد على المدارس من أول لازم يعرفونه بمهنة التمريض يعني يومي الطالب يعني يدخل في مساره الجامعي لازم يكون عارف واعي شو مهنة التمريض أتوقع من يركزون دائما على الدكتور يقول لك البن بس هو دكتورة التمريض ما في تركيز وايد علي معنى مهنة وجدا جميلة مفوضة فعلا مدارس تركز عليها فعلا وفي لها مستقبل طويل لكن المشكلة الدكتورة يعني أحس أن نظرة المجتمع إلينا اليوم ما تغيرت لهذه المهنة ما تغيرت في نظرة دونية ما أقول لك لا في نظرة دونية بس الحمد لله تغيرت اليوم التمريض ما صبح بس في المستشفى صحيح في الحمد لله طلعت مع البعثة الإماراتية الطبية طلعنا كممرضات ما شاء الله عليكم طلعنا كمرافقين طبيين مع دكاترا لنودي مرضى لألمانيا لأمريكا في مجالات يعني كثيرة في مجالات كثيرة أريد أن تتكلم عن التطوع عندكم بعد ممكن تطوع في أعمال خيرية أعمال خيرية في مجالس كبار السن في أشياء وايد التمريض يقدمها في مجالات إدارية للتمريض بعد كمشرف تمريض مسؤول تمريض يعني ما يحتكر يعني مسمى التمريض على الإبرة وهذا المفهوم الذي يعرفه بالعكس الكل يمبهر لما يشوف ممرضة مواطنة ما شاء الله عليك فأنت قلت طريقة أننا نشجع الكوادر الوطنية ينضمون للتمريض وجزء مننا يروحون للمدارس المدارس يشجعون نعم توعية الطلاب وتوهية الأهل بعد لازم الأهل يعرفون أنه فيه مسار وظيفي يعرفون يعني شو مهنا لها مستقبل يعني الواحد يتشرف مثلها مثل غيرها من اليوم أنا يوم أبرز بطاقة أي مكان ممرضة مسؤولة أفتخر بهالشي بالضبط النص طالعني يعني ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك بغير المدارس أتوقع حتى في الجامعات التخصصات التي تكون موجودة يعني مثلا يعطون مثلا اللي بيت خمد التمريض ممكن يعطونا أولوية يعطونا حوافز معين ذكرت أن هناك راتب موجود شو الحوافز الثاني ممكن تكون موجودة عشان تشجع الناس يدخلون كلية التمريض شو غيري يحصلون أول شي على منحة كاملة مشمولة مع الراتب وأول شي يعني عندهم ضمان للوظيفة يعني خلال 6 شهر أنت تلتحقين يعني وظيفتك مضمونة خلصين من الدراسة وظيفتك مضمونة تلتحقين بأحد مستشفيات هيئة الصحة وللمراكز الصحية والحمد لله يعني الأمور طيبة يوجد تأهيل وتدريب يعني ما يخلونك فيه تأهيل وتدريب في دراسات علية كم من ماجستير وتتركين التمريض لا طبعا بخذ دكتوراه في التمريض تدريب في التمريض إن شاء الله شوفي يعني مستقبل قوي مستقبل قوي محمود أكيد مثلا ما قلت الناس ما تعرف أنه فيها التدرج الموجود في التمريض وشو المستقبل بداوا يشوفون البنات في مستشفى راشد وهذا ما شاء الله عليكم فيه في أمواطنا صح الحمد لله بعد في المجال العملي يعني ما طلعنا للإدارات لا في المجال العملي يعني نحن بخبركم شي عملية أني أنا هاي شخص يعمل في الكادر الطبي يعني هذا استثمار طويل للأمد واحد استثمار إذا بحضر ممرضة وممرضة وبحضر حتى طبيب كم سنة تدرستي ست سنوات ونص غيرها بس دراسة بعدين سنة امتياز بعدين أربع سنوات تخصص وبعدنا نكمل شغالين نحن نفس الشي أربع سنوات باتشلر وسنة ونص تقريبا وسنتين ماجستير وفي سنوات العمل لكن الحمد لله أن وظايفكم مضمونة موجود عندكم مستقبل وظيفي واضح وفي دعم كبير لهذا في مسار وظيفي واضح ومرن طيب نصيحة تبغين تقدمينها حق ابناء وبنات هذا الوطن فيما يتعلق بالالتحاق في هذا المجال صراحة أبغي أوجه لهم نصيحة في البداية تعرفوا ما هي مهنة التمريض ممكن يسولهم زيارة ميدانية في المدارس ممكن يكون توعية لأولياء الأمور ممكن أوكي أنا حاب أدخل التمريض بس ولي الأمر يقول لا شو مرضى لا ما تبين لا دكتور لا يعني فإذا وجهنا رسالة الأولياء الأمور ستكون أسهل لإقناع الطلاب خبريني قصت كيف دخلت في المجال هذا والله يعني كتحابة من أيام أيام التراسة كده دايما نلبس مال التمريض في المجال الصحي على قولة الصحة المدرسية ونطلع كامبين كتحابة يعني مولعب بالمستشفى وأدوات الدكتور وهذا بس لما طلعت وشفت خبر في الجريدة من هيئة الصحة قبل طبعا اسمها دائرة الصحة بدبي يبون مرضى مواطنات بمنحة مشمولة مع الراتب ولابتوب ووضع ولابتوب عندك شيئا وفرصة وطيفية على طول يعني خلال 6 شهور أنا تعينت في مستشفى راشد يعني موت رييت الحمد لله فلما شفت هذا قلت لا عندك هذا المسار وحطيتيه في بالك والحمد لله اليوم بتتبوئين منصب كبير حصلنا حد معارض حد موافق حد لا بس الحمد لله كملنا جميل والحين اليوم أنت مسؤولة تمريض بمركز المطار الطبي وإن شاء الله يا رب يعني نتمنى لتش التدرج الوظيف العالي وتوصلين لأعلى المراتب إن شاء الله طرشي مسج من أكثر المهن الإنسانية بالفعل معانات المريض نحس بألمة نحس بألمة نحس بألمة دكتورية خمزة قال يروح لكن الممرض يقعد يشخص ويروح لكن نحن معانات المريض مع ألمة مع حياته وموته كلامه بعد أن تفنى لا أنا أيد الممرضات 100% فعلا يخذون وقت أطول مع المريض من الطبي نكون نحاتي أكثر من أهله حتى صحيح طيب نحن نتمنى أولاد لأطباء بعد دكتور يعني خاصة إذا كان جراح كان شسم طبيب عائلة أتريحي أبسطك لا كل الأطباء من غير الستناء لأنه لي عمل في هذا المجال يعني دائما تكون الإنسانية عالية إنسانية عالية كل عام وانت بخير يوداد وكل عام وكل الممرضين والممرضات العاملين في هذا القطاع سواء في هيئة الصحة ولا في القطاع الخاص في دبي ولا في دولة الإمارات ولا في العالم كله يعني نقولكم كل عام وانتو بخير وانتو يسموكم ملايكة الرحمة ملايكة الرحمة وانتو بالفعل يعني إنسانياتكم عالية جدا تتحملون الكثير من الضغط والكثير من كفايا أن أقاعد أتعامل مع ألم هذا الإنسان وأحاول أن يخفف من هذا الألم والآن يعني مو بس أني أتعامل مع الألم الحين التمريض دورة أكثر لأنه يعني الارتقاب الصحة ويمشي يطبق يطبق حتى الخطط اللي ممكن تعالج حتى تعالج يعطيكم ما اللي فعافية ما قصرته إذا كم الله خير شكرا شكرا لتشايدات إذن دكتور نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله بيكون عندنا موضوع شو موضوع عن تخثر الدم في الصيام نخلص من التمريض ندخل على الدكتور إن شاء الله إن شاء الله صحة وسعادة سيد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم ميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة ورسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة طيب ما باقي شيء على رمضان دكتورة إن شاء الله الله يعود علينا وعليكم الصحة والمباركة ويتقبل صيامكم وقيامكم الله يبلغنا رمضان أول إن شاء الله إن زين وبعدين منصوم أدنى يعود عليكم عموما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يتوجب على المرضى بشكل عام وأصحاب الأمراض المزمنة بشكل خاص اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل الشروع في الصيام من خلال مراجعة الطبيب المختص التعرف على الحالة المرضية لتعديل أوقات وكميات وجرعات الأدوية اللي بياخذها حسب الحالة المرضية هذه تكلمنا فيها أكثر من مرة دكتورة اليوم معانا في الستوديو الدكتور سلمان عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى راشد بيكلمنا عن الصيام ومرض تخثر الدم فأول شيء صباح كالله بالخير دكتور صباح الأنوار ما شاء الله لابس كرفتت برشلونة ما شاء الله أي برشلوني دوري وكاس وإن شاء الله اليايات بعد إن شاء الله يارب دكتور أمراض تخثر الدم ما هي في البداية وبعدها نتطرق إلى مواضيع الصيام الفضل الجمهور العزيز أسعد الله صباحكم بكل خير وكل عام وإنتوا بخير ورمضان كريم وبالبحرين نقول الله يعود عليكم كل سنة وكل سنة بالخير إن شاء الله أمراض تخثرات الدم هي عبارة عن انسدادات في الأعوية الدموية سواء الشريان أو الوريد بسبب التصاقات الصفوأة الدموية التي تحدث نتيجة مؤثرات تشعل هذا المسار طبعا التخثر ظاهرة طبيعية أو فسولوجية في الجسم لكن إذا زاد فوق مستوى الكنترول أو فوق الميزان يسبب انسدادات في الأعوية الدموية ولذلك إنه ممكن نسبب تخثرات في الأوردة الساقية أو الذراعية وكذلك ممكن انسداد في الشريان الرأوي وكذلك ممكن تحدث في أي جزء من الجسم إذا كان مرتبط بالأوعية الدموية في تظهر علامات على الجلد إذا صار فيه تخثر أو شيء دكتور أو فيه علامات تطلع على الإنسان قبل ما يعني أو مؤشرات تعطيه أنه فيه فيه تخثر في الدم ممكن يكون زايد عن حده نعم فيه أعراض حسب الموقع اللي ممكن يصير فيه تخثرات الدم ممكن نقول أن تخثرات الساقين راح يصير تورم أو تغير في اللون تبع الساق ممكن نكون فيه ألم بسبب انشغال هذا الجزء بالتخثرات إذا كان التخثر موجود في الشريان الرئوي ممكن يصير ألم في الصدر ممكن نكون فيه كتمة في النفس ممكن نكون فيه تسارف عدقات القلب ممكن نكون فيه فقد للوعي ممكن نكون فيه تخثرات في البطن فالسبب ألام شديدة في البطن ممكن تصير تخثرات في الشرايين اللي تتغدر الدماء فيصير جلطات دماغية ممكن يصير تخثرات كذلك في الشريان التاجي للقلب وسبب لهو ذبحة صدرية مطعي دكتور سلمان لما نيل الصيام هل فعلا الصيام يأثر على الناس اللي عندهم مرضى التخثر يعني يزيد احتمال التخثر عنهم وهلا يرتبط بعد أنه فيه ساعة صيام طويلة والجو الحار هل فعلا فيه علاقة بين اثنين ممكن يساعدهم بعد في تخفيف التخثرات الصيام يخفف ولا يزيد ما رح يخفف التخثر قابلية التخثرات لكن احنا نتكلم عن الصيام في شهر رمضان بالنسبة للمرضى اللي حاليا عندهم تخثر في الدم ويستلمون علاج المسيلات بالضبط أو الفئة الثانية اللي هي صار لها تخثرات سابقة أوكي والآن ما يستلمون علاجات فكل موضوع إلى حسابات ثانية صحيح عفوا فنتكلم عن المرضى اللي صار لهم تخثرات في السابق أوكي وراح يصومون شهر رمضان بإذن الله وما ياخذون أي دواء ما ياخذون أي دواء لا مانع من الصيام لكن بسبب الحرارة المرتفعة في هذا الموسم أوكي الآن بدأت توصل 40 في الظهر صحيح وخصوصا المرضى اللي كان عندهم تخثرات سابقة أو تاريخ عائلي بالتخثرات عندهم السمنة أو له كتلة الجسم أكثر من 30 أو أن النساء اللي أكبر أكثر من 40 سنة خصوصا هذه الفئة اللي هو ياخذون الحبوب المزدوجة اللي منع الحمل هم ومش عشان منع الحمل على أساس تنظيم الدورة اللي هو صحيح الشهرية بالنسبة لهم بغرض إكمال الصيام بدون أي انقطاع في هذه الفترة كل هذه العوامل مع بعض تزيد من قابلية تخثرات الدم صحيح في أي جزء من أجزاء الجسم ولذلك ننصح هذه المجموعة باستشارة الطبيب المختص رقم واحد رقم اثنين شرب كمية كافية من السوائل أثناء الليل رقم ثلاثة النساء عليهم تجنب اللي هو الحبوب المزدوجة اللي منع اللي هو الحمل أو بغرض تنظيم الدورة الشهرية صحيح هذه بالنسبة للناس اللي كان عندهم قبل تخثر وما يخذون أدوية أحيال الناس اللي لا عندهم تخذرات في الدم وقاعد يأخذون أدوية التخثر لماذا تتشرين علي الله يصدر عليك بسم الله عليك بالنسبة للمجموعة اللي هي تعاني من تخثرات في الدم وتأخذ علاجات مسيلات للدم لا مانع للصيام بالنسبة لهم لأنهم ما أردي يأخذون جرعات تمنع حدوث أي تخثرات حتى في هذا الوقت أو في المستقبل نعم وهناك طبعا دراسة عملت في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في المملكة العربية السعودية نعم عملوها على ثلاثمائة مريض أوكي معظمهم كان عندهم لهو أمراض في القلب نعم سواء كان عندهم صمام صناعي أو أن عندهم اضطراب في دقات القلب المجموعة هذه كلها تستلم لهو مسيلات للدم سواء من الجيل القديم أو الجيل الجديد للمميعات فكان عدد المرضى ثلاثمائة مريض واجرت الدراسة على مدى ثلاث سنوات الخاتمة للدراسة هذه أن ما في فرق بين نسبة التخثرات أوكي بين المرضى اللي كانوا يستلمون مسيلات للدم أو المرضى اللي ما يستلمون مسيلات للدم هذا الرقم أنا أتكلم عن أمراض القلب نعم النتيجة الثانية من الدراسة أن نسبة حدوث النزيف بالنسبة لهذا والمرضى لأن فيها مشكلة الأكل ومشكلة الأدوية كذلك في شهر رمضان ما في فرق بين المجموعتين من ناحية حدوث أي نسب بسبب مسيلات الدم أو بسبب عدم استلامهم لمسيلات الدم الخلاصة من هذه الدراسة أن ممكن لمرضى القلب بعد استشارة الطبيب أن يصوم وهو ياخذ لهم مسيلات الدم بدون أي مشاكل صحية قد تحدث لهم ومن ذلك من هذه الدراسة نحن نستنتج أن مرضى تخثر الدم ليستلمون مسيلات الدم ما في مانع أنهما يصومون أثناء شهر رمضان مع اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية مثل شرب المياه الكافية شو هي الإجراءات الوقائية غير شرب المياه في إجراءات ثانية لازم يسويها يعني على أساس أن كاحتياطات يتخذونها دكتور قبل رمضان ولا أثناء الصيام كذلك عدم تعرض الكثير للحرارة على التجنب الله والجفاف شيء ثالث بعض المرضى هذول اللي هو يستلمون مسيلات الدم مثل الورفرين الورفرين يصير فيه بعض التفاعلات مع بعض الأدوية والأغذية أحنا أول ما نبدأ على الإفطار أول شيء صلطة بالذات الجرجير في كمية كبيرة من بيتامين كاف بيتامين كاف يقلل من مفعول الورفرين همفوضحنا نسوي بس الناس ما تسوي طبعا هذي للتنبيه نعم التنبيه لما يأخذون جرجير أيوة المرضى اللي يستلم ورفرين ما يأخذ جرجير ما أعتقد حد يأكل جرجير والله فرمضان دكتور هريس لقيمات ما تقول يتعرض مع الورفرين ولا لا هذا يقول ياكل وائد أهم شيء هريس ولقيمات ما يتعرض زميلنا يأكل جرجير في بداية الفطور هذا ياكل كل شيء دكتور وظه أنت صحي فالجرجير يتعرض مع الورفرين نعم أي أغذية خضراء أوكي بقليات مثل الفول أو عندك لهوة هذي مبزينة حق أي نعم مبزينة حق الورفرين لأن تقلل مفعول الورفرين ولذلك قد تقلل مفعول المسيلات وزيد عرضة المريض إلى تخثرات جديدة نعم دكتور سلمان دائما المرضى اللي عندهم أمراض مزمئة مثل مرض تخثرات الدم وغيرها وغيرها نعطيهم نصايح أنه لو شفت هالأعراض توجه مباشرة للطبيب أو مثلا اجرح الصيامك فشو الأعراض اللي لازم ينتبه لمرض التخثر ليأخذ أدوى مسيلة اللي لازم في هالحال لازم يجرح الصيامه يفطر ويتوجه للطبيب أو للطوارئ النصايح طبعا في الاتجاهين إذا كان في مثلا أي كدمات أو في أي مثلا أي نصف حصل قد يكون مؤشر أن نسبة السيولة عالية جدا وبناء عليه يجب أن يتجه مباشرة إلى قسم الطوارئ في أي مستشفى أو بالعكس إنه ممكن أنه يأخذ موسيلات للدم قد يكون مفعولها أقل من المطلوب صحيح فإذا كان عاني مثلا من تورم جديد في الساقين أو في الذراعين أو أنه ممكن مثلا عند ألم في الصدر أو مثلا بعض المرضى اللي هو القلب اللي هو عليهم عندهم صمامات صناعية وما يسمع اللي هو الدقة تبعا اللي هو الصمام أنه يفكر في التوجه إلى قسم الطوارئ ممتاز أحيان أدوية التخثر نفسه هل تحتاج تعديل فرمضان أو بسهولة ممكن واحد مثلا هو صايم طول النهار يأخذ بعد الفطور أو قبل السحور شو التعديل يجب أن يطرع على أدوية التخثر في رمضان هذا سؤال ممتاز جدا شكرا على الطرح طبعا أنواع مسيلات الدم إياها إياها أن تكون حبوب أو إبار صحيح أوكي بالنسبة للحبوب عن الجيل القديم اللي هو الورفرين وعن الجيل الجديد من المميعات مثل اللي هو ريفركسبان أبكسبان ودبيكاتران بالنسبة للورفرين ينصح في شهر رمضان أن تأخذ بين الساعة 11 الليل إلى الساعة 1 الفجر نعم بدون أي مشكلة طبعا ما في أي فقط هو التوقيت نعم بالنسبة إلى الجيل الجديد من المميعات إذا كانت الجرعة مرة واحدة في اليوم مثل ريفركسبان أن يأخذها مع الإفطار مع الإفطار نعم إذا كان الجيل الجديد من المميعات مثل دبيكاتران والأبكسبان أن يأخذها مع الإفطار ومع السحور لكن بالنسبة للإبر اللي هو إنوكسابارين أو تنزابارين أو الفوندابورينوكس أنه ممكن يأخذها أي وقت في اليوم ما في أي مشكلة ما تفطر ما تفطر ما تفطر أنا قد تقول أسماء لعيبة محترفين دكتور أسماء أسبانية طيب هنا يعني آخر سؤال دكتور أنا أبغي أو موضوع محور أبغي أتكلم فيه لأن طلعتوا بمشاريع جديدة في عملية توفير الدم في مستشفى مبادرة ترشيد استهلاك الدم نعم نحن سمعنا ترشيد استهلاك الماء ترشيد استهلاك الكهرباء وحين ترشيد استهلاك الدم خبرنا عن هذه المبادرة دكتور طيب سؤال ممتاز أنا أجاوبة بالنيابة عن زملائي في المبادرة هذه ليس كل مريض يحتاج إلى نقل الدم إذا كان يعاني من هبوط في نسبة الدم أوكي طبعا الدم مثل العلاج أنا أعتبره يعادل قوة العلاج الكيميائي إلى احتياجات إلى المريض وفيه إلى مضاعفات كبيرة قد تحدث مضاعفات قد تكون خطيرة تؤثر على الحياة فهنا وازن بين اللي هو الحاجة وبين الخطورة أوكي الأرقام الطبية الآن يقول مثلا إذا في مريض نسبة الهوموغلوبين حق عشرة لا يحتاج إلى نقل دم الطب الحديث الآن يقول إذا الهوموغلوبين أقل من سبعة المريض يحتاج إلى نقل دم إذا كان المريض يعاني من أمراض قلبية والهوموغلوبين حق أقل من ثمانية بالتأكيد يحتاج إلى نقل دم مريض في حالة طوارئ نصف شديد في قسم الطوارئ هذا يحتاج إلى نقل دم بصورة عاجلة مريض يعاني من ذبحة صدرية وعند هبوط في نسبة الهوموغلوبين الآن يحتاج إلى نقل دم لكن مش كل أنيميا تحتاج إلى نقل دم إحنا لازم نعالج الأسباب إذا كان نعوض الفوليك أسد نعوض او بي تولف ناقص احنا نعالج بالبي تولف وهذا كلها مستشفى راشد يعني هذا كلها مستشفى راشد إذا كانت لكم حالة طارئة ولا كده أنتم تعرفون كل هذه الأشياء نعم فيه بروتوكول في المستشفى وماشي خلال نظام سلامة أوكي أن أنت راح تنقل الدم بناء على المعطيات الموجودة أنت تحسب نسبة الخطورة ونسبة الحاجة وبناء عليه تقرر أن المريض يستلم وحدات للدم أم لا هذا طبعا من ناحية طبية خلنا نتكلم عن ناحية اقتصادية إذا كان المريض ما يحتاج إلى نقل الدم في الأساس وإحنا كثر وفرنا من كياس الدم كم وفرنا على الهيئة كذلك صحيح أنا أتكلم عن مشروع جبار طبعا موضوع الفانانشال أودت يعني هذا قاعد يجرح حاليا كم وفرنا ما أقدر أقول لك هذه ممارسة دكتور عالمية ولا نحن اخترعناها شو موضوعها إحنا نتبع الممارسات العالمية التي صدرتها في السنوات العشر الأخيرة من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك كندا وأستراليا وبريطانيا يعطيكم العافية دكتور كلمة خيرة قبل أن نختم إذا أريد أن توجهها استشر طبيبك إذا كنت تعاني من أمراض تخاثرات الدم أو الآن تعاني من تخاثرات الدم ويعني عندك علاجات مسيلة للدم هل ممكن أن تصوم رمضان أو لا أوكي بس العنوان الكبير إنه لا مانع من الصيام بعد الاستئدان من الطبيب دكتور سلمان عبدالعزيز استشاري لأمراض الباطنية في مستشفى راشد نحن شاكرين لك دكتورة أنا استشيرت أنت بس بروحي أوصف العلاج حق أمري ما يعجبه علاج أي حد بما يكتب العلاج ما يعجبه لازم علاج ماله وإذا عطيته علاج يقول ما نفعني يقول ما تعاف تعالج أنت يا أفضل دكتورة يا السلام عليك يعني شهادتك كمين يعني ما شوفين دائما أي عندك أنا تعالج أو دائما يرد يعني مو بعجبنك علاج الطبيب ليش ترجع نفس الطبيب أكيد علاج زين يعني إحنا ننثق فيكم برشلوني يروح لدكتورة مدريدية مدريدية هي ما تشجع مدريدية يا هليتي يعني يعني يروح تعرف زين بس ما عارفة وسبحان الله دكتور يعني يتشجعتم طول الموسم أحب يقول خسروا خسروا قالت أنا خلاص ما شجعهم وصلوا النهاية رفضوا وشجع برشلوني خافوا برشلوني يخسروا إيه والله خسرنا ترى بعدني ما شجع ترى زين عمو من حل إزاكم الله خير وإنتمناكم إن شاء الله الصحة وسعاد شكرا لك ميرا لغفلي كانت معنا في التنسيق شكرا لأخ حسني البلاونة كان معنا في الإعداد عند هذه الحلقة شكرا لك وقواصمة وشكرا لك دكتورة نادة الملة وهذه تحياتي محدثكم حمود يسفر العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي اشتركوا في القناة